السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الله يبارك فيكم جميعا اليوم نحن أخوان الكرام يعني في آخر شهر رمضان من كل سنة وهذا الأمر ليس يعني بجديد وهذا الأمر من 1200 سنة لحد الآن بيقولولك أنه صدقة الفطر لا تزئوا أن تكون إلا من قوة أهل البلد وينفون قول الإمام أبو حنيفة وعدد من الفقهاء الكبار الذين أجازوا بأن تكون صدقة الفطر هي القيمة يعني ما يعادل قيمتها نخدا فلذلك حتى من الناس الذين درسوا في الفقه الحنفي ودرسوا في معاهد شرعية في الفقه الحنفي يقول أنا لا أؤيد الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تسع رمضانات إلا أخرجها من قوت أهل البلد ويقول أنك يجب عليك أن تخرجها من قوت أهل البلد سواء كان أرز أو كان حنطة أو كان شعير أو كان فاصلية من Kayla جبت لها الفاصلية هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها فاصولية؟ أنت كما تزعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من هذا فقط أربعة أشياء كانت لزمانه صلى الله عليه وسلم وأخرجها وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط هذا يعني لبا مجفف أخواني الكرام يكون فكان في زمانهم هكذا يعني أما نحن الآن في زمانهم إذا إنسان دق عليه الباب وقال لي هلأ خود هي عشرة كيلو أمح خود هي زقاة الفطر تبعي أنا شو بدي سال فيها دول عشرة كيلو أمح نحن الآن في زماننا ماذا نفعل بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم كيف يكون الإغناء؟ هل يكون الإغناء بهذه المواد التي سوف تعطيني إياها؟ بعدين أنت تطعم في الإمام أو حنيفة هل تعلم من هو الإمام أبو حنيفة؟ وماذا قال عنه الفقهاء في زمانه؟ الإمام أبو حنيفة قال عنه الإمام الشافعي الناس عيال بالفقه على أبي حنيفة وقال أيضا الإمام مالك قال هل رأيت أبا حنيفة؟ سئل إمام مالك هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال نعم رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته وقال عنه سفيان بن عيينة ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة يعني ما رأت عيني مثل هذا الإمام وقال فيه عبد المبارك كلام وقال به الفقهاء كثير من الكلام الآن أنت تأتي وتطعم بهذا الإمام تأخذ بأي الجمهور كلهم وتطعم بهذا الإمام تقول أن أقف مع الجمهور وهذا والله أعلم يا أخي أنت يعني شو لك تار مع الإمام أبو حنيفة هات لشوف شو لك كون تار مع الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة تجب أن تطي كمان المسائل ورد فيه كتاب مراقب فلاح ورد فيه كتاب الاختيار في تعليل المختار افتح الكتب الأحناف له سلسلة عظيمة جدا فأنت أينك وأين إمام أبو حنيفة نحن أيننا وأين الإمام أبو حنيفة الله يبارك فيكم فلذلك أخوان الكرام الذي يريد أن يخرجها من قوت أهل البلد يخرجها والذي يريد أن يخرجها مالا يخرجها كلها تزئ أما تنفي قول تقول والله لا تزئ وتقسم بالله العظيم أنها لا تزئ أي مشكلة كبيرة فكفينا حاجة خلينا عالم تحبنا أخي الكريم الله يبارك فيك تمام هذا والله سبحانه وتعالى أعلم حياكم الله وبرك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر